حضراتكم عارفين طبعا وإحنا يمكن نتكلمنا في الموضوع ده وقلنا الخبر ده من أيام يعني فاتت إنه اتحاد الأفريقي مد مهلة أو فترة القيد للأنديا اللي هتشارك في بطولات أفريقيا في السيزن اللي جاي في الموسم اللي جاي من 30 يونيو ل31 أو ل30 يونيو ومجلس الدارة اتحاد الكورة بنأسد طبعا السيد جمال علام هيحسن فيه الاجتماع اللي جاي المعايير اللي على أساس هيتم اختيار الأندية المصرية اللي هتشارك فيه البطولات الأفريقية عندنا أربع أنديا بيتم اختيارهم حسب الترتيب في بطولة الدوري ناس بتشارك في بطولة دوري الأبطال وناس بتشارك في بطولة الكونفيدرالية حسب الترتيب وبنان عليه يعني أنا أعتقد أنه حتى لو تم مد المهلة ما أعتقدش أنه فيه شيء أو أنه حاجة جدت بشكل جديد تخلينا نغير الطريقة اللي تم الإعلان عنها مبكرا فيه الموسم عندنا ملخبط وبالتالي ده مرتبط بشكل كبير جدا بفكرة أنه الإعلان على مين اللي هيشارك فيه بطولة دوري الأبطال مين اللي هيشارك فيه بطولة الكونفيدرالية ما تم الاتفاق عليه وما تم الإعلان عنه أنه والله يا جماعة لو جمع عاد القيد في البطولات دي قبل نهاية الدوري وده طبعا سيناريو كان متوقع حدوثه لأن دوري عندنا هيخلص فيه نهاية تمانية ده على أفضل الأحوال وبالتالي فيه تعارض بين موعيد القيد فيه بطولات أفريقية ونهاية بطولة الدوري مش معروف مين أو مش معروف ترتيب النهائي لبطولة الدوري هيكون إيه فبالتالي هنحدد بناء على ترتيب الدور الأول من بطولة الدوري بشرط أن كل الأندية تكون لعبة كل المطشاط بتاعتها فيه مطشاط الدور الأول وماعتقدش أنه ممكن يكون فيه جديد فيه مد المهلة ممكن يأثر على معايير الاختيار دي لكن في جميع الأحوال تحدي الكرة هو اللي بيدير مش أنا اللي بيدير أنا بقول يعني دي وجهة نظر مش ممكن تبقى مقابولة ممكن تبقى مرفوضة لكن في النهاية احنا في انتظار الاجتماع اللي جاي للتحدي الكرة عشان يتم الإعلان عن كيفية تحديد الفرق الأربع اللي هتشارك فيه البطولات الجديدة تحديد الفرق الأربع carrot